تزامنا مع تصعيد جماعة الإخوان ضد المجلس الرئاسي اصدرت إحدى المؤسسات الإعلامية تابعة لتنظيم داعش في اليمن اصدارا مرئيا يحمل تحريضا ضد التحالف العربي والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة الجنوبية وقوات المقاومة الوطنية تمهيدا لما هو قادم المزيد في سياق التقرير اصدار مرئي جديد لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن جاء بعد قرارات بعزل قيادات أملية تابعة لحزب الإصلاح في شبوة وقرارات مرتقبة ضد الحزب في مأرب والسفارات اليمنية في الخارج التنظيم هاجم في الإصدار الذي حمل عنوان يا أهل السنة في اليمن إلى أين تذهبون هاجم المجلس الرئاسي اليمني ورئيسه رشاد العالمي واتهي من المجلس بأنه يحارب الله ويقاتل في سبيل الشيطان وهو نفس الوصف الذي تشنه قوى الإخوان في حملتها الممنهجة التحريضية ضد رئاسة المجلس الرئاسي الإصدار لم يحتوي على أي صور أو مقاطع فيديو خاصة بقوات التنظيم واحتوى على مقاطع مصورة من قنوات وبعض المواقع الإعلامية والملفت للانتباه أن الإصدار استشهد بتقارير قناتي المهرية وبالقيس التابعة لحزب الإخوان رسائل تهديد للتحالف العربي والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي تضمنها الإصدار محاولا أن يبين بأن تنظيم داعش فقط هو من يحارب ميليشيات الحوثي بينما كل القوى العسكرية اليمنية الشرعية لا تقادل الميليشيات بل تساعد الميليشيات على الانتصار كما حاول تنظيم داعش في إصداره الجديد التلميح إلى عمليات إرهابية سيقوم بها ضد المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي لكن المحتوى الذي أصدره التنظيم كان متخبطا لإحتوائه على مقاطع من اليمن والعراق والمملكة العربية السعودية لغة الإصدار شبيهة بشكل كبير بتصريحات قيادات بيليشيات الحوثي في عدواتهم للمجلس الرئاسي والتحالف العربي والقوات الجنوبية ما يؤكد حجم التدخلات بين قوى الإرهاب وثالوث الشر الإخوان والحوثي والجماعات الإرهابية والتي جميعها تواحد جهودها للقضاء على المجلس الرئاسي بكل الطرق المواتية لهم